إزاي خطبت إحنا منتكلم في أكتر من ميت سينمائي فلسطيني في غزة في وقت صعب جدا مش بس المعيشة صعبة وتفادي الدماء والحرب ده هم معظمهم ثكالة لهم أهالي كتير راحت في هذه الإبادة الجماعية إزاي كان التواصل يعني أقنعتهم ولا يعني يعني إحنا موجودين يعني أنا أساسا من غزة وعندي علاقات داخل غزة وعندي علاقات مع مؤسسات وعندي علاقات مع الناس اللي بشتغلوا سينما مع الناس اللي بشتغلوا مصرح مع الناس اللي بشتغلوا تلفزيون هذا قبل الحرب يعني أنا ما بعرفش كل السينمائيين والسينمائيات اللي اشتغلوا معاي من قبل بس جزء منهم بعرف فتم من خلال مساعدين داخل غزة تم التواصل معنا فأنا اللي طلبته إنه المخرج اللي بدنا نختاره بدنا نختاره بناءً على ثلاث أشياء بدنا نختاره بناءً على موهبة لازم يكون موهبة وسينمائي أولاً لإنه إحنا بنعمل سينما تانياً لازم يكون الفكرة تابعته فكرة جديدة ومختلفة من الحكايات التي لم تحق ولازم تكون الفكرة قابلة للتنفيذ لإنه إحنا بوضع كتير صعيب فعملياً الكل بعرف كيف شكل خريطة غزة اللي بتيجي هيك طويلة شريط فأنا عندي مساعدين في نص غزة منطقة بسموها دير البلح في رفح اللي هي الحدود مع مصر وفي الشمال اللي هو يمكن كلكم شوفتوا على التلفزيون مستشفى الشفاء تل الهوى بالمناطق دي كان كتير أنه صعوبات للتواصل لأنه مش دائماً فيه كهرباء مش دائماً بيقدروا يشحنوا الموبايلات أحياناً نستنى يوم ويومين وثلاثة وأسبوع عشان توصلنا مادة معينة أو نبعث فلان يحكي مع فلان عشان نقدر نتواصل مع شخص ما وفي كثير حكايات يعني